أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي مع اتجاه المستثمرين المصريين للبيع مقابل مشاريات العرب والأجانب هذا وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 748.5 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت نحو 6.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر ايجي اكتثيرتي بما نسبة 21.1% ليغلق عند مستوى 11.548 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بما نسبة 84.100% ليغلق عند مستوى 21.55 نقطة وامتدت التراجعات إلى مؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87.100% ليغلق عند مستوى 3.184 نقطة